أما الآن وكما أسلفنا إذن محطتنا راح تكون حول النقص النسوة نقص الوجود النسوة في كل ما يخص القانون الشرعي هيك في فكرة مسبقة دائما لما عم نتحدث عن قانون شرعي فالفكرة المسبقة بتقول أن الوحامي مفروض يكون رجل وإذا ما كان رجل فما بيقدر يمسك القضية ما بيقدر يتعامل مع القضية ما بيقدر يأخذ من القضية بالضبط شو بده فلهيك رح نحك أكثر عن هذا الموضوع عن هذا الملف مع ضيفتنا الكريمة اللي منصبح عليها بالخير ريهان منصور المحامية والمختصة في القانون الشرعي صباح الخير ريهان صباح الخير كيفك؟ الحمد لله تمام تمام هيك فيه لكان فكرة مسبقة في مجتمعنا بشكل عام أنه القانون الشرعي والمحاكم الشرعي هي فقط للرجال للرجال هذه فرضية خاطئة جدا أنا بالسنوات الأخيرة كثير بصادفها إن كان من النساء أو من الرجال أنه فيه فرضية خاطئة أنه المحامات الشرعية فقط للرجال أنه كل ما يخص المحامات الشرعية هي فقط للرجال إذا يعني كثير صادفت أنه فيه ناس عندهم مشاكل بملفات شرعية بيتوجهوا لمحامي شرعي رجل محامي شرعي طب لا يعني بس محامي شرعي طب ما فيه كمان محاميات شرعيات في فرضية خاطئة أن المحكمة الشرعية نفسها كونها هي بس إقليم للرجال ولكن هاي فرضية جدا خاطئة في كثير محاميات شرعيات اللي هني بقدرني كومن بنفس ما يقوم به الرجل في المحامات الشرعية هل الإشي ما تدعوهم يعني في منظومة معينة اللي ربما بتشجع الرجال أكثر يكونوا في المحاكمة الشرعية للأسف كمان في يعني تعالي نحكي عن الإشي من جهة ثانية كمان إنه في كمان نقص بالوعي عند المحاميات إن كان خلصن تعليم أو بعدهن أو كما أو بعدهن بالمجال إنه المحامات الشرعية إحنا بعيدين كثير عنه يعني اللي بيخلص محاما بتعلم محاما أو بيبلش يشتغل بالمحاما أنا بحكي عن النساء بروحهم بتخصصن بس بالمجال المدني ففيه نقص جدا يعني بالنسبة للوعي للقانون الشرعي يعني أغلب المحاميات بتشوفهم بيشتغلهم بالقانون المدني إن كان بأي مجالات ثانية بالمدني ولكن القانون الشرعي يبعدين جدا عنه فهان فيه كمان نقص بهاي يمكن ريهام الإشي طالع من إنه كمان مجتمعنا هيك بيمين لأنه ينسب الدين دائما وكل ما يتعلق في الدين في الرجال رجال دين ما فيه نساء دين فيه رجال دين الفكرة مرتبطة بهذا الموضوع أنا بدي أحكي عن هاي النقطة من منطلق ثاني إنه إذا إحنا بنيجي نطلع على ديننا إحنا كإسلام وبيجي نطلع على زمان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنت بتشوف كمان إنه فيه كثير نساء كانت تتوجه للرسول لأسئلة دينية والرسول كان يجاوب جواب اللي هو محدود ولكن لما كانت النساء تفوت معاه لعمق أزيد ونقاش أوسع ونقاش كان يتوجه لست نعائشة إم المؤمنين كان يجي يقول لها شو النساء جين يتوجهين عنده هو يروح يقول لست نعائشة إم المؤمنين شو الحديث اللي صار وست نعائشة هي اللي تعلم النساء الأحكام الشرعية يعني إحنا من زمن الرسول المرأة إلها جدا دور هام إحنا لو مش ستنا عائشة إحنا منعرف شو الأحكام الشرعية في كثير مجالات فبالعكس من ناحية الدينية ومن ناحية إسلام إحنا ديننا جدا يحثن هالمرأة إلها جدا دور هام في الإسلام وبالقانون الشرعي يعني إحنا إذا هذا الإشي موجود من زمان الرسول ولكن إحنا في عنا جدا نقص وعي بهاي الموضوع إنه فرضية جدا خاطئة إنه فقط الرجل هو اللي يكون بهاي الملفات ولكن إحنا بدنا ننجي نطلع على الإشي من منظور ثاني كمان المرأة هي نص المجتمع المرأة قادرة إنها تكون بملفات وأحيانا كل المجتمع وأحيانا اليوم اليوم مش أحيان هي كل المجتمع المرأة قادرة تكون بملفات من هالنوع خصيصا مع النساء يعني المرأة هي كبل ما هي تكون محامية هي أم هي أخت هي صديقة فلما تتوجه لها أنت كمرأة تتوجه لها لمحامية شرعية هي تقدر تفهم طبيعة الموضوع رح نرجع لهذا التفصيل رهام بس أنا بدي أطرق بعد هيك شوي للمنظومة العامة أكثر في المحاكم الشرعية في قاضيات شرعية؟ هاي كيف بيقولوا أمل جديد تلعب بال هالإشي مسموح متاح؟ الإشي مسموح وهي صارت سابقة في دولة إسرائيل إنه تم تعيين قادي شرعية وهي القادي هناء خطيب نبجه لها تحية بغض النظر كداش كان فيه انتقادات لتعيين قادي شرعية ولكن أنا حسب رأيي تعيين قادي شرعية هذا إشي جدا مهم وإشي جدا بحث على دور المرأة كمحامية شرعية كداش إلها دور مهم وكدا هي بتقدر كمان تطلع على منظور الملفات من زوايا ثانية كمان طبعا فأنا بالنسبة إلي هذا كان زي بصيص من الأمل طلع إنه فيه هان دور للمرأة كمحامية شرعية نعم بما نحكي عن زوايا ثاني ومنظور ثاني صححيني إذا كنت غير دقيق معظم القضايا في المحاكم الشرعية قد تكون مختصة في العائلة وقضايا طلاق وانفصال بين أزواج وما إلى ذلك هل المرأة ووجود المرأة في محل من هذا النوع كمحامية بالفعل بكسبها مهارة بكتير أعلى وقد لا تقارن في أحيان معينة مع المحامي الرجل طبعا لأنه قضايا من هالنوع هي تخص كل ما يخص شؤون العائلة هي موجودة بالمحاكم الشرعية فوجود امرأة كمحامية شرعية أنا حسب رأيي هي حتى يمكن تقدر إنها تبث بالملف وإنها تعطي أكثر من الرجل كمحامية شرعية لأنه بالنسبة إلي إنها المرأة هون بتيجي تتعامل مع الملف من كثير منطلقات ومن كثير زوايا ثانية مش بس من ناحية قانون أو أحكام شو القانون هذ بيقول أو شو المادة هاي بتقول لا هي بتقدر إنها تبث بالملف أو حتى إنها تعطي للقاضي أو للقاضية منظور ثاني للملف من أشياء كثير مختلفة من وجهات نظر كثير مختلفة مثلا إذا بدي أعطيك على سبيل المثال مثلا حتى في قضايا مثلا حضانة الأولاد يمكن صارت كثير في ملفات اللي كان في إلها في المحكم الشرعية إنه المرأة كمحامية شرعية تيجي مثلا في حضانة الأولاد تيجي تعطي للحاكم أو للحاكمة وجهات نظر مختلفة جدا فهي يعني مش بس من ناحية قانونية حتى من ناحية اجتماعية أو حتى من ناحية ثانية فأنا حسب رأيي إنه المرأة قادر إنها تكون بهاي الملفات بطريقة أكثر من الرجل من منظور ثاني من منظور اجتماعي من منظور حياة الواقع رهام اليوم المرأة هي اللي ماسك التركيب العائلية هي اللي أكثر مطلعة على تفاصيل الأطفال البيت كيف دائر والرجل بكون عنصر منه يعني هاي اللي أنا بحكي لك كي إنه هي بتقدر تعطي الملف من وجهات نظر ثانية مش فقط بس من واحد سنين ثلاث أحكام أو بنود لا هي بتقدر تيجي تبث بالملف من ناحية ثانية أحيانا أحيانا في قضية معينة بتيجي أنت بتقول لا هنا القانون بيقول واحد اثنين ثلاث ولكن أنت بتقدر تيجي تنهي الملف بطريقة بطريقة سليمية أكثر لمن يكون في عندك وجهات نظر اجتماعي أكثر أو قضايا صارت بالحيال يوم يومية فأنا حسب رايي هنا في دكتر من نسألك سؤال شوي مباشر وصريح وبتقدر تكون إجابتك ديبلوماسية القضايا العائلية والمشاكل بين الرجال والنساء الأزواج بشكل عام مطروحة اليوم في القضايا الشرعي هل ممكن لقضية اللي فيها موكل محامي شرعي ومش محامي شرعي بالفعل بالآخر يخلص القاضي لحل ربما غير مناسب للمرأة بس لأنه المحامي رجل أنا ما صدفتش لحد الآن أما أنا بنظري يعني بتطلع على الإشي بنظرية ثانية مش لأنه الرجل كونه كرجل محامي شرعي معناها القاضي لازم يجي يعطي هون أحكام لأنه المحامي هون محامي شرعي وأجي أعطى أشياء بالملف أما اليوم حتى إذا انتبتيج تطلع فيه كثير محامي معنه يعني نسبة ضئيلة جدا من المحاميات الشرعيات ولكن هن ممتازات جدا في البث بالقضايا وحتى أحيانا يعني بيكون فيه صابقات في المحاكم الشرعي بقرارات من القضاء اللي هوني حتى رجال ما وصلوش لصابقات بهذه القرارات إذا عم نحكي على نقاسه إذا عم نحكي على نسب ضئيلة جدا من المحاميات المختصات في القانون الشرعي أنا بدي أرجع معك كم خطوة منيحة لورا هل اليوم الخريجات خريجات الحقوق أو المحامة أصلا على إدراك ووعي ذي أنه في تخصص المحامات الشرعية للأسف فيه نقص بالوعي أنا هاي اللي حكيته بأول المقابلة لأنه فيه اللي بيخلص محامات شرعية من المحاميات الشرعيات بتوجهن للقضاء المدني كثير بعاد أنه فيه إشي اسمه قانون شرعي كثير بعاد أنه فيه تخصص بالقانون الشرعي لا ممكن يروحوا على المحامات المدنية كخيار ولكن اللي سألتك ياهو أنه ممكن يكونوا ما بيعرفوا عن التخصص هاي اللي أنا بحكي أنه فيه كثير نقص في الوعي أنه فيه تخصص بال أنا رح أحكي لك من أي منطلق فيه نقص بالوعي وهو السبب أنه بالجامعات في دولة إسرائيل أو بالكليات في دولة إسرائيل ما بيعلموا المحامات الشرعية فاللي بدي يتخصص بالقانون الشرعي هو بدي يعمل دورات للتخصص بالقانون الشرعي فإحنا ما بنتعلمها بالجامعات ولا بنتعلمها في الكليات فهذا السبب كمان فيه ماكس بالوعي أنه فيه إشي اسمه قانون شرعي إحنا ما بنتعلمه بالجامعات ولا بنتعلمه بالكليات كيف ممكن ريهام نغير هذا الوضع القائم؟ أنا يعني بشكل عام في أي مجال بيكون فيه نقص بنسبة توظيف النساء أو غياب النساء عن مجال معين نقول أنه أوكي فيه قدامنا استراتيجيات ربما لاجتذاب وتوظيف واستقطاب نساء فيه فيه مجال كالمحامات الشرعية كيف ممكن بالفعل نؤثر على رفع نسبة النساء؟ على سبيل المثال كيف ما كانت سابقة في تعيين قادي شرعية أنا جدا مع أنه نكمل بهاي الخطوة أنه يصير فيه تعيين أزيد لقاديات شرعيات كيف ما كانت سابقة يصير الإشي متداول تعيين قاديات شرعيات في كل ما يخص الشؤون الاجتماعية فيه كثير مؤسسات للرفاه الاجتماعي وكثير مؤسسات اللي بتساعد العائلة للمحكمة بتودي أحيانا عائلات بتوديهن على شؤون اجتماعية أو على مؤسسات يكون فيه هناك أكثر وعي أو أكثر حديث أنه فيه محامية شرعية هون أو فيه مثلا قادي شرعية هون يعني أنه الإشي يكون عن طريق مؤسسات أو يكون عن طريق مثلا تعيين قاديات شرعيات أنه نكمل بهاي الخطوة وهي الخطوة جدا ممتازة اللي صارت هاي خطوة جدا ممتازة يعني هاي كانت عن جد سابقة أنه تم تعيين قادي شرعية هذا الإشي كثير بأثر وكثير بينمي الوعي لموضوع المحامية الشرعية لا من أفضل طريقة لنحكي عن الوضع القائم هو أنه نجيب نموذج وأنت معنا اليوم النموذج حثينا شوي عن تعرفك على هذا المجال دخولك لهذا التخصص عفواً أنا تخصصه بالقانون الشرعي وكان من أكثر من ملف واجهتهم اللي أنا كنت أشتغل فيه بالقانون المدني فيما يخص بالشؤون العائلة في القانون المدني وليس بالقانون الشرعي فأجد الفكرة براسي أنه طب أنا كمحامية شرعية طب أنا لا أشتغل بس بالقانون المدني طب ما أنا كإنساني موجود في مجتمع في دولة إسرائيل أنا كمان عندي مشاكل في مجتمعه وأنا كمان في عندي قضايا في مجتمعه فكانت هاي الخطوة من هون أنه أوكي أنا بشتغل في القانون المدني في شؤون العائلات في قانون في القانون المدني ولكن من جهة ثانية أنا بتطلع مجتمعه لا يقل أهمية عن المجتمع المدني ولا يقل مشاكل للأسف من ناحية مشاكل عائلية عن المجتمع المدني فكانت هاي الخطوة من هون أنه أنا بدي أرجع لمجتمعي أنا بدي أرجع لشؤون المجتمع لشؤون العائلات اللي أنا موجودة اللي أنا بصادفها وبالفعل أنا يعني من ما بلشت بهذه الخطوة أنا عم كل يوم كاعدة بشوف مشاكل اللي أنا بقول لنفسي طب أنا لا كنت أعالجها بالقانون المدني لاش كنت أشتغل عندي القانون؟ لا معي فيه هون وفيه عندي القانون الشرعي وفيه عندي أحكام دينة وفيه عنها وفيه ناس برفضوا أصلاً يتوجهوا للقانون المدني في الأمور العائلية فيه كتير ناس برفضوا التوجه للقانون المدني وبفضله أنه الإشي يكون عن طريق الأحكام الشرعية وأحكام الإسلام فكانت هاي الخطوة من هون أنه وقفت العمل كمحامية بالقانون المدني وانتقلت للقانون الشرعي لما أنه عم نحكي على رهام كنموذج كانت فيه متطلبات خاصة لدخولك هذا التخصص؟ صراحة أنا أو حتى مزاولة المهنة أنا أول ما بلشت بهاي الموضوع أول شغلات اللي كنت أسمعها يعني من كثير ناس أنه أنت كمحامية شرعية أنه كيف بدك تشتغل بهاي الموضوع وانت بلا حجاب هاي أول إشي أنا يعني أنه أول إشي أنا صادفته فليش أنه أجب راسي بس أنه هل يؤثر الموضوع هذا؟ هاي الموضوع لا يؤثر فيه كثير فكرة خاطئة أنه محامية شرعية لازم تكون محجبة وأنها تفوت على المحاكم الشرعية كمحجبة أنا من منطلق خاص لما بدي أفوت على محاكم شرعية أنا احتراما للقادر اللي موجود هناك فأنا أكيد يعني بحط على نفسي زي شال صغير كاحترام ولكن هذا لا يمنع أني أنا أني أنا أوقف في محاكم شرعية وهذا لا يمنع أني أنا أشتغل بهذا المجال لكن مش مفروض وضع الحجاب في المحاكم الشرعية أنا بحكي لك أول ما بلشت شو أي شغلات اللي أنا كنت أسمعها من برا إنه كيف نروح عليها طب ما هي محامية شرعية طب ما هي مش لابسة حجاب طب ما هي كيف دا تعرف ديننا فبس بلشت بهاي المجال وبس بلشت فتحت يعني المكتب تعي كمحامية شرعية وبلشت أشتغل هاي الأشياء يعني تعرف بس يشوفوا المرأة كيف فعالة بالمحكمة وكيف بتشتغل بالمحكمة وكيف يعني حتى قصة الحجاب هاي يعني لا تضر كأنك كمحامية شرعية إنما شو أنت بتثبت جوه المحكمة كيف أنت بتشتغل كيف أنت بتآمن بشغلك هذا الإشي ممنوع يكون عائق إنه كمحامية والأمر الجميل بالله عم تحكي ريهام هو أنه حتى لما اخترتي وضع الحجاب في المحكمة الشرعية اخترتي بخيارك لم يفرض عليك من أي جهة إذا عم نحكي على مطلبات خاصة أكيد لازم نحكي كمان على تحديات كانت عندك في المجال وهات نكون واضحين أي مجال بيحتكروا الرجال بشكل عام بيحطوا تحديات ومعيقات لتقدم أي امرأة يمكن في هذا المجال لا بس إنه بحب نسمع منك التحديات التحديات كانت تكون شخصية إلي أنا إنه يعني لما كنت أسلم أي ملف في المكتب يكون هذا بيني وبين نفسي تحدي إنه أنا هاي القضية بدي أربحها مش لأني أنا تصويك إلي كإسم ولكن أنا بآمن إن هاي القضية هي إلي وأنا كادري إني أربح هاي القضية من منطلقات كثير شخصية إنه يعني على سبيل المثال لما يجيني قضية حضاني باني وبين نفسي أحس إنه هاي الولاد اللي بحكي عنهم هم ولادي فكنت يعني أبذل كل ما الانتماء لكل قضية بالضبط فهاي هو أنا بالنسبة لي أكثر تحدي يعني يكون إنه كل قضية تجيني تكون هاي بالنسبة لي هي تحدي إلي شخصي حاليا أنا ما وجهت يعني تحديات بين امرأة أو رجل كمحاميين إحنا منحكي عن أطراف نكون بالمحكمة أكيد كفي مناوشات ومشادات بالمحكمة ولكن هاي هي طبيعة المحاكم أما إنه يكون يعني تحديات أكثر من هيك أنا حد الآن ما وجهت هذا الإشي أنا بالنسبة لي التحدي هو تحدي شخصي بيني وبين نفسي بكل ملف أنا باستلمه محمي رهام منصور إحنا كثير فخورين فيك كنموذج فخورين كما بالخطاب اللي عم تحملي مش بس بمجالات إعطيادية اللي إحنا نتناولها بشكل عام النقص في النساء وفي توظيف النساء وإنما يعني في القضاء الشرعي أو في المحاكم الشرعية شكرا جزيلا يسعد صباحك وبالفعل هذا نموذج فخر إلنا شكرا لكم شكرا على صدفتكم نهارك سعيد